أدى 361 من معاون نيابة الإدارية الجدد من دفعة 2015 ودفعة ممن صدرت لهم أحكام بالتظلم من دفعة 2015 ودفعة 2016 أدوا اليمين القانونية ووجه رئيس هيئة نيابة الإدارية المستشار عزة أبو زيد المعاونين الجدد بأن يكونوا على قدر المسئولية لحمل رسالة العدالة المقدسة مؤكدا ضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون وتحقيق العدالة وفي حوار أجرته كاميرا التلفزيون المصري مع معاون النيابة الإدارية الجدد عبر المعينون عن فرحتهم بقرار تعينهم وبدء أعمالهم بعد أن أدوا اليمين القانونية وانت في غاية السعادة بصدور كرار وتصديق عليه من فخامة السيد الرئيس عبد الفتح السيسي الحمد لله ربنا منع علي بحلمي والحمد لله ربنا يقدرني وعيني على العظيفة الجديدة إن شاء الله جهد كبير جدا الحمد لله بزلناه والحمد لله الدولة دلوقتي بترتقي بالأوائل وبترتقي بالمتفوقين احنا الهدف دلوقتي القيام والنهضة بالجمهورية الحديثة والحمد لله احنا عملنا اللي علينا وفخامة السيد الرئيس لا يقلو جهدا أنه هو يساعد الكفاءات في الدولة ديات الحمد لله وإحنا عايزين نطور إلى الأفضل بإذن الله حتى ما نوصل للقمة إن شاء الله